اشتركوا في القناة اشاد سعادة وزير شؤون الاعلام بالجهود الاكاديمية والبحثية التي تقوم بها الجامعة الخليجية معبرا عن سعادته بتواجده مع ابنائه واخوانه الطلبة والضيوف الاشقاء من الدول العربية واشار سعادة وزير شؤون الاعلام الى ان العالم الان يعيش في ظل الفضاء المفتوح بحرية التعبير الذي لا يرتبط بآليات لتقييد الحريات وهو امر يعد سلاحا ذا حدين لكننا في البحرين والمنطقة الخليجية نراهن على هويتنا وقيمنا ومبادئنا في ظل انتشار للفوضى الاعلامية التي تفضل الانتشار على الاحتفاظ بالقيم والمبادئ واكد سعادته ان مثل هذه المؤتمرات تمثل فرصة متميزة لتلاقي الخبرات على ارض البحرين لطرح الرؤى والافكار التي يمكن الاستفادة منها في مسيرتنا الاعلامية متمنيا لأعمال المؤتمر كل التوفيق والنجاح وتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات ناقشت قضايا مرتبطة بالاعلام والتحديات الامنية والاقتصادية الراهنة في المنطقة والعالم وشارك فيها نخبة من الاكاديميين والاعلاميين من الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر